في نقطة مهمة جداً الدوري السنة دي بنظامه الجديد ده خلى العملية حلوة يعني كله داخل يكسب كله داخل من أول مباراة أنا لازم أجمع نقط عشان نظام الدوري أفكر حضرتك احنا نلعب 17 جولة دور واحد وبعد كده نقسم كسمين كسم من تسع فرق يتنفسه على اللقب وكسم ثاني من تسع فرق يتنفسه أو يتسرعه على الهبوط فكله عايز يلحق يتحط فين؟ في التسع اللي فوق انت مبدئياً كده لو خلصت الدور الأول وانت في التسع اللي فوق وانت في التسع اللي فوق حتى لو انت كنت داخل الدوري ده لمجرد انك تبقى فقط في الدوري فانت كده خلاص رسمياً من بعد الدوري الأول انت باقف الدوري تلعب بقى مبارياتك انك تلعب على مركز شر فكله يقولك ايه بدل ما تحشر تحت في الصراع تحت ألحق نفسي وجمع شوية نقط في الأول يخلوني موجود في التسع اللي بيتنفسه على الصدارة حتى لو مش في نيتها تنافس على الصدارة بس سبقى في الحتة اللي فوق الحتة الأمان خلاص انا بقى رسمي كده مش ههبط فكله هيلعب مباراة جامعه في الدوري زمان الدوري بتاعنا العادي يعني اللي هو الدورين فيه فرقة تخش الدوري يقولك ايه مش مشكلة لكم مباراة الأولينين دول انا كده كده هاجي في الآخر هاجي الدوري التاني واجمع شوية نقط يقعدوني في الدوري ده مش هيكل معاك مش هتلحق هتضيع مننا فكله هيخش يلم نقط بدري بدري عشان كده متوقع إصارة في الدوري من الإسبوع الأول وقد كان مهاردة أول يوم في الدوري في مباراتين فقط فيه ستة أهداف ستة أهداف يعني معدل تلت أهداف في المباراة الواحدة معدل كبير دي حكاية الدوري